حتى الحلو في السودان أصبح مراً بعد أن اتسعت دائرة القتال بدخول قوات الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو على خط المواجهات في كردفان ليخلط الأوراق أكثر ويصعب الأمر على البرهان البرهان الذي خرج في كلمة متلفزة اتهم فيها قائد قوات الدعم السريع بالتمرد وارتكاب جرائم حرب أتت بالتزامن مع استمرار طائرات الجيش بقصف المدن تبرر الحكومة قصف المناطق السكنية بتحصن عناصر الدعم السريع في بيوت المدنيين بينما تنفي الأخيرة وتتهم الجيش بالاستقواء بالخارج حتى إن مستشار قائد قوات الدعم السريع اتهم الجيش السوداني بالاستعانة بإيران وطياريها لقصف قوات الدعم السريع في واحدة من الاتهامات التي لو صدقت قد تقلب موازين التحالفات والتفاهمات وبالتزامن مع استمرار المعارك العنيفة في السودان يدفع المدنيون فاتورة الصراع من قتلى وجرحى ومشرديهم فقد أفادت آخر إحصائية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الحرب هناك دفعت أكثر من ثلاثة ملايين سوداني للنزوح أكثرهم من الخرطوم فيما يعاني 42% من السكان من انعدام الأمن الغذائي ستة ملايين ومئتا ألف منهم على شفى المجاعة في ظل هذه المأساة يبدو أن أصوات المدافع والصواريخ قد أصمت أطراف الصراع لا سيما بعد أن ازدادت بأزيز رصاص قوات الحلو في كردفام فلم يعد أحد يصغي إلى صوت العقل ولا يلتزم باتفاقيات وقف إطلاق النار ليأخذ المدنيون باستراحة أطراف الصراع استراحة وتأخذ المنظمات الإغاثية فرصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه الحرب غير الموصفة ورغم أن البرهان في كلمته المتلفزة وصفها بل وصفها بأكبر مؤامرة يتعرض لها السودان وهو ما يراه أنصاره وصفا دقيقا يتساءل المراقبون إن كان البرهان قد استغرق أربعة أشهر كي يوصف الأزمة فكم سيستغرق من الوقت حتى ينهيها